تتواصل سلسلة المشاورات التي ينظمها رئيس الجمهورية مع الشخصيات الوطنية والأحزاب والمجتمع المدني ويتوضح معها التوافق بين الرئيس وأغلب الذين استقبلهم حول المحاور الكبرى لواجب التكفل بها من خلال الإصلاحات المنتظرة جلال سفيان رئيس حزب جل جديد أكد في بيهن له عقب لقاء الرئيس أن هذا الأخير أكد له أنه يتابع عن كثب مسألة استكمال إطلاق صراح سجناء الرأي وأن العملية القضائية الجارية ستسمح بالإفراج السريع عن كل من اعتقل بسبب آرائه كما كشف جلال سفيان أن الرئيس التبون تعهد له بإيجاد حل في المستقبل القريب لملف الإعلام المطلوب فتحه ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة في أقرب الأجال مثلما تعهد بفتح نقاش شامل حول الدستور عبر وسائل إعلام السمعية البصرية العامة تكون مفتوحة للمعارضة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية بمجرد تسلم مسودة التعديل المقترحة من قبل لجنة العرابة والتي ستتضمن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز دور البرلمان في فرض الرقابة على الحكومة والفصل الفعلي بين السلطة التنفيذية والقضائية وسيعقب الاستفتاء على الدستور تعديل على قانون الانتخابات مع إمكانية إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية العام الحالي من جانبي كشف رئيس لجنة الحوار السابقة كاريم يونس عن فحو لقائه بالرئيس حيث قال إنه ذكر بأن شروط نجاح مشروع الرئيس ستكون مشروطة باتخاذ تدابير استعجالية تتعلق بإجراءة التهديئة خاصة ما تعلق منها بإطلاق صراح معتقل الرأي كما أكد على ضرورة الاحترام التام لحرية الإعلام حسب ما يطالبه محترف المهنة وما يرغب به المواطنون بصفة عامة